وطبعاً أكوى أسبابها شوف هذولا ترى كانت تدعمهم الإمارات ويردون يساون بلبلة في الكيان الشيعي لأنه شوف نعم نعم ندري نعم نعم هو الإمارات ندري حتى هذا قواطة اعترى الملعون هذا جل تمويله يأتي من الإمارات اعترى الصرخ يا أمود نعم نعم كلهم الشكل هذولا شنو الملاعين هو شنو هو طبعاً الإمارات أسه بعد تبين تصور الناس عرفت أنه حكومة الإمارات أخبث حكومة عربية حكومة نذلوا خباثاً مطبيعية مع الصهايين وشوف شوفوا باليمن وشوف شوفوا بالعالم يعني متآمرين نفس تآمري عجيب فهم يشوفون منه اللي ممكن يشكل نواة قوة في الساحة الشيعية يردون يصيدوه ويغدقون عليه حتى ينفذ أجندتهم شنو الهدف لازم تلتفتون جيداً الهدف مركز القوة في العالم الشيعي وهو المرجعية كلهم يستهدفون المرجعية مو بعيد ليش لا؟ أبداً مو بعيد ما أستبعد أبداً كل شيء طبعاً بعدين ينكشف لأنه ما ما يخفون ترى تظهر الدنيا هاي علمتنا الأشياء كلها تظهر فهو شوف المرجعية الشيعية صدق ذات ثقل يعني شوف البكرية ما عندهم هالشكل ومن المرجع الأعلى للبكرية ماكو شيخ الأزر طرطور وخلي يفتي من اليوم ليباتر الجهاد الجهاد لا يتشكل لا حشد شعبي ولا حتى يتشكل حشد بزازين كل شيء ما يصير نعم صح بل ضبط نعم وهذا اللي احنا كنا نقوله أول من أسس أساسي هاي هو أحمد الكبايسي مما نقلهم التفتوا نفسكم سووا مرجعية مثلهم صح والله أول من نعم تاريخنا هذا فتوى واحدة من مرجع تقلب كيانة الامبراطورية البريطانية كلها ثورة التنباك فتوى واحدة من مرجع تقلب الوضع الإقليمي كلها ثورة العشرين ثورة واحدة من مرجع يجيك جيش جرار اش كبرى من لا شيء فجأة طلع من تحت القاع عرفته حشد شعبي المرجع خصوصا من يتولى سدة المرجعية العليا ولا خمسين حاكم من دول عربية هاي التعبانة طائحة الحظ مرجع مرجع عندنا فهذا الموقع دائما مستهدف أنه شون نقدر نخلق بديل ينفذ أجنداتنا فيحاولوني الشكل يصطنعون مراجع مزيفين شخصيات مزيفة يعني بس شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة